وحول هذا الموضوع معنا من الرياض المحلل السياسي حمود الزياد يمسال خير سيد حمود وبداية الخطاب القطري يراوح بين المظلومية والمكابرة والتعالي وهو ما يؤثر على نجاح أي وساطة أو تفاهم لحل الأزمة كيف ترى فرص الحل في ضوء هذا السلوك القطري أنا أعتقد أن الخطاب القطري على مستوى حتى أمير البلاد إلى مستوى الإعلام هو في خط ونهج واحد وهو المكابرة وتجاوز الحقائق وأيضا العيش في الوهم بعيدا عن نقاط الخلاف الحقيقية وهو دعم جماعات وأفراد ومنظمات متورطة في الإرهاب وهي جزء من السياسة القطرية هذه السياسة تكابر وتدعي المظلومية وتبتعد عن جميع وقاع المطروحة حتى يمكن حل الأزمة أو البداية في حلها وبالتالي ما زال هناك هروب للأمام ومكابرة وتجاهل للوقاع على الأرض أنا أعتقد أن القرارات الأخيرة والقائمة الأخيرة والبيانة الأخيرة هو يؤكد أن الدول الأربع ماضية في هذه الإجراءات حتى تصحح قطر من سياساتها في الارتباط بالجماعات الأرهابية ودعمها واستضافتها وبالتالي هناك رسالة واضحة ربما تستوعبها بشكل تدريجي للسلطات القطرية لكن أعتقد هذا سيحتاج وقت لأن الخطاب ما زال يتجاهل هذه الوقاعة حتى تمضي كثير من الإجراءات وتؤثر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي وربما حتى العزلة الدولية هنا قد تدرك للسلطات القطرية أنها أمام تحدي حقيقي وبالتالي لا بد من مواجهة هذه الحقائق ومعالجتها نعم سيد حمود الدولة الدعية أيضا لمكافحة الارهاب أكدت للاتحاد الأوروبي أن لا حلول وسط مع قطر وهو ما يعكس جدية ومشروعية هذه المطالب كيف تعلق على ذلك؟ طبيعي لأن هذه مسائل تتعلق بالأمن الوطني لكل دولة والأمن الأقليمي والعربي وبالتالي لا يمكن التفاوض والنقاش في هذه المسائل وتجاوز هذه الحقاق الارتباط بهذه الجماعات الأرهابية وتلك الأفراد الذين يقومون بعمليات أرهابية سواء من خلال منظمات أو من خلال دعم جماعات في المنطقة تستهدف أمن هذه الدول وتستهدف أمن المنطقة لا يمكن تجاوز هذه الحقاق وبالتالي الأمر جدي فالأمن الوطني لا يمكن المساومة عليه هذا ما تحاول تتجاهل قطر وأنها بعيدة عن هذا الأمر لذلك الدول تقدم لها الحقاق مرة تلو الأخرى لعل السلطات القطرية تدرك هذه الحقيقة التي لا يمكن التفاوض عليها والتجاوز عليها الحديث عن الدولة القطرية تتحدث عن السيادة وتحدث عن القرار المستقل السياسات والمراسات القطرية هي تجاوز على سيادات الدول الأخرى من خلال هذه المنظمات الإرهابية وهي تجاوز على حتى أمنها الوطني وبالتالي هي تناقض نفسها في خطاب مزدوجة ومتناقض مع الذات والآخر ربما أنها لا تدرك أن هذه الواقعة ستلعكس عليها بهذه الإجراءات الصارمة أنا أعتقد أن مزيد من هذه الإجراءات الصارمة والمدى الزمن الذي تستغرقه والعكاس على الداخل القطري هنا ستعيد إلى السلطات القطرية أو من داخل السلطة القطرية من يدرك هذه التحديات وبالتالي لا بد من واجهتها حقيقة ومعالجتها نعم من الرياض كان معنا المحلل السياسي حمود الزياد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا اشتركوا في القناة